اشتركوا في القناة ان يقدم لكم درسا جديدا بعنوان القسمة على عدد كل من رقمين بسم الله نبدأ السؤال والفكرة الرئيسية في هذا الدرس كيف تتقسم الكسور العشرية على عدد من رقمين ناخذ المثال التالي مساحة حديقة الخضروات الخاصة بسليمان 84.8 متر مربع وطولها 16 مترا اوجد عرض حديقة سليمان يمكن استعمال قاعدة المساحة حيث ان المساحة تساوي الطول درب العرض وان احد الاضلاع نقوم بايجاده من خلال قسمة المساحة تقسيم الطول اذا العرض سوف يكون باستخدام خوارزمية القسمة من خلال قسمة 84.8 تقسيم 16 سوف يكون 84 تقسيم 16 تحتوي على 5 الآن خمسة ضرب ستة يعطي الناتج 30 صفر وباليد ثلاثة وخمسة ضرب واحد يعطي خمسة زائد ثلاثة يعطي ثمانية الآن نقوم بعملية الطرح 4 ناقص صفر يعطي 4 وهنا 8 ناقص ثمانية صفر الآن الفاصل العشرية نرفعها الى الاعلى وننزل العدد ثمانية إذا ثمانية واربعون تقسيم 16 فيها ثلاثة ونضرب ثلاثة ضرب 16 يعطي ثمانية واربعون وعند الطرح يعطي الناتج صفر إذن عرض الحديقة يساوي خمسة أمتار وثلاثة جزء من المتر الآن حبتي طبق فهمك الآن سوف نأخذ المثال رقم ثلاثة ثلاثمائة وستة فاصل خمسة وعشرون تقسيم تسعة وأربعون الآن نأخذ الثلاثة أرقام لأن الثلاثين في المنزلتان أقل من التسعة وأربعين ثلاثمائة وستة تسعة وأربعين هي عبارة عن خمسين تقريبا كم يوجد فيها؟ أحسنتم يوجد فيها ستة نضرب ويعطي الناتج أربعة وخمسون ثم ستة في أربعة أربعة وعشرون وخمسة تسعة وعشرون قم بعملية الطرح ستة ناقص أربعة اثنان وثلاثون ناقص تسعة وعشرين واحد الآن نرفع الفصل العشرية وننزل العدد اثنان ما واثنان وعشرون كم خمسون تقريبا فيها؟ يوجد اثنان اثنان ضرب تسعة وأربعون يعطي ثمانية وتسعون لاحظنا ثمانية عشر رفعناها إذن ثمانية وتسعون الآن نقوم بعملية الطرح يعطي الناتج 24 ثم ننزل العدد 5 245 تقسيم تساور بين فيها 5 ثم نضرب يعطي الناتج 245 وعند عملية الطرح الناتج 0 وهيك انتهت المسألة الآن في مثال رقم 4 كذلك الأمر نأخذ منزلتان وهي 14 أقل من 15 لذلك نرفع الفاصل العشرية إلى الأعلى ونأخذ 144 كم 15 فيها الآن يساوي 9 9 ضرب 5 يساوي 45 باليد هنا 4 أنا لم أضعها ولكن هنا يوجد 4 الآن 9 ضرب 1 9 زاد 4 13 الآن نقوم بعملية الطرح نأخذ من الأربعة هنا واحد تصبح 13 وهنا 14 14 ناقص 5 9 وهنا صفرا الآن نضع صفرا حتى نكمل المسألة ثم ننزله 90 تقسيم 15 أحسنتم بها 6 ثم 6 ضرب 15 تساوي 90 وعند الطرح صفرا الآن تدرب مستقل أحبة طلاب بنفس الطريقة بنفس الفكرة هنا نريد قسمة العدد 78 فاصلة 2 تقسيم 17 لاحظ أن المقسوم عليه يجب أن يكون عدد كامل لا يجب أن يكون point أو فاصل لا يجب أن يكون لذلك نبدأ الحال بمنزلتين 78 كم 17 فيها؟ إذن يساوي 4 4 ضرب 7 يعطي 28 الآن 4 ضرب 1 4 زاد 2 6 نقوم بعملة الطرح ويعطي الناتج هنا 0 و 17 الآن نرفع الفاصلة العشرية ونقوم بإنزال العدد 2 الآن 102 كم 17 فيها؟ إذن لاحظ أحبة الطلاب نريد أن نجد عدد عند ضربه بالعدد 7 في البداية يعطي 2 ما هو العدد؟ حسنتم 6 لأن 6 ضرب 7 تعطي 2 48 وأن 6 ضرب 1 6 زائد 14 وعند الطرح يعطي الناتج 0 الآن السؤال رقم 6 عزة الطالب قم بإيقاف الفيديو وحاول حل هذا السؤال ثم عد لمقارنة النتيجة الآن أحبة يا الطلاب بعد عودتكم الآن نأخذ منزلتين كما عودناكم 23 لأن المقسم عليها عددان نأخذ هنا رقمان أو عددان 23 أقل من الأربعون لذلك نأخذ الثلاثة أرقام الثلاثة أرقام كيف نقوم بالحل؟ نغطي العدد 2 ونغطي الصفر نسأل أنفسنا 23 كم 5 فيها؟ تساوي 5 أحسنتم لأن 5 ضرب 0 0 و 5 ضرب 24 الآن نقوم بعملية الطرح 2 3 وهذه صفر نقوم مباشرة برفع الفاصل العشرية في الأعلى وإنزال الصفر ممتاز الآن 320 كم أربعون فيها؟ أحسنتم 8 8 إذن لازم تكون عند الطالب حس رياضي حيث أن 32 لحالها تقسيم الأربعة 8 هنا جدول الأربعة يجب أن تكون حظه الآن 8 ضرب 0 0 8 ضرب 4 32 وعند الطرح يعطي الناتج 0 سأكون معكم بعد قليل في الدرس القادم القسمة على كسر عشري أما الآن طلاب العزاء في هذا الدرس وهو الدرس الأخير في هذا الفصل الدراسي الأول وهو القسم على كسر عشري بسم الله نبدأ بدايتان في مثال حلوة شارك خبزت سارة قوالب الحلوة واستعملت لكل منها 22 أو 20 جزء من 100 كيلوغرام من السكر إذا كان إجمالي ما استعملته سارة 1.20 جزء من 100 كيلوغرام من السكر فكم قالبا خبزت سارة الأن أحبك الطلاب الوضح أن من السؤال وهو إيجاد ناتج القسمة حيث نريد قسمة ما استعملته سارة على الجزء الصغير الذي كان في كل قالب من قوالب الحلوة لذلك سوف نأخذ ناتج قسمة 1.2 تقسيم فاصلة 2 جزء من 10 لحظ أنني حذفت الأصفار لأن ليس لها قيمة الآن حبت الطلاب فكرة الدارس وهو حذف الفاصلة العشرية من المقسوم عليه وذلك من خلال الطريقة التالية وهي ضرب الطرفين في العدد 10 لماذا العدد 10 لحظة أن المقسوم عليه وهو العدد 2 جزء من 10 انظر حبيبنا الطالب كم منزلة عشرية على يمين الفاصلة يوجد منزلة واحدة لذلك نقوم بالضرب في 10 ولو كانت منزلتان سوف نضرب الطرفان في 100 ولو كانت ثلاثة منازل نضرب في 1000 ولاحظ أن المقسوم بالطرفين أي المقسوم والمقسوم عليه الآن في هذا المثال الفاصل العشرية على يمينها منزلة واحدة إذن نضرب الطرفين في 10 وفي درس سابق قمنا بإعطاكم طريقة للضرب في 10 وهي تحريك الفاصل العشرية نحو اليمين بعدد الأصفار هنا منزلة واحدة أي نحرك منزلة واحدة تصبح 12 تقسيم 2 وعندها سيكون الناتج 6 الآن نطبق فهمك من خلال هذه الأمثلة لاحظ أن الفاصل العشرية على يمينها منزلة واحدة لذلك نقوم بالضرب في العدد 10 12 12 12 20 والفاصلة 5 نقوم بتحريك الفاصلة العشرية نحو اليمين منزلة واحدة لذلك سيكون الإجابة 20 تقسيم 5 والناتج يساوي 4 السؤال الرابع الآن سأعطوكم طريقة بدل أن نقول سوف نضرب سوف نضرب لا هنا سوف نحرك الفاصلة مباشرة كم منزلات سوف نحرك حتى تختفي الفاصلة منزلتان إذن سوف نحرك في الطرف الآخر أو المقسوم بأيضا حركتان سوف يصبح السؤال 125 تقسيم 25 وعذا سيكون الناتج 5 بإمكانك استخدام خوارزمية القسمة لإيجاد النوادج لكن درسنا في هذا الجزئية وهو كيفية التخلص من الفاصلة العشرية في المقسوم عليه لاحظوا في المثال رقم 5 المقسوم عليه نحرك منزلة واحدة نحو اليمين والمقسوم نحركه منزلة واحدة يصبح 21 تقسيم 7 الناتج هو 3 يجب عليك أن تراجع جداول الضرب إذا كان عندك مشكلة الآن في المثال رقم 6 أيضا كذلك الأمر سوف نقوم بتحريك الفاصلة العشرية منزلة واحدة وهنا منزلة واحدة عندها سيكون السؤال 66 تقسيم 3 والناتج هو 22 أسئلة 87 من تدرب مستقل هنا نريد كتابة ما هي الطريقة طريقة الحل لحظة حبة الطلاب المقسوم عليه هنا كم منزلة على يمينها اثنتان اذا لذلك سوف نقوم بتحريك الفاصلة منزلتان وهنا منزلتان او نقوم بالضرب في 100 اذا نضرب في العدد 100 كل من الطرفين وعند الضرب في 100 نحرك الفاصل منزلتان يصبح القسمة هو 2356 تقسيم 4 هنا احبة الطلاب بإمكانكم العمل على خوارزمية القسمة وعندها سوف يكون الناتج بعد ان تتأكد من حلك وهي 589 في المثال رقم 8 نجهز السؤال وذلك من خلال ضرب المقسوم والمقسوم عليه في العدد 10 احسنتم لان على يمين الفاصل العشرية هنا منزلة واحدة لذلك نضرب في 10 وعندها سوف يكون العدد 732 تقسيم 6 وأعطيكم فرصة حتى تكتبوا الناتج من خلال أو باستخدام خوارزمية القسمة هيا أحبتي قم بإيقاف الفيديو حل هذا المسألة باستخدام خوارزمية القسمة وعندها سوف يكون الناتج 122 أحبة الطلاب هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الدرس وبالواجب المنزلي أحبة الطلاب عليكم حل هذه الواجبات المنزلية بالإضافة إلى حل الواجب الإلكتروني على موقع مدرسة الأندلوس الابتدائية الخاصة للبنين خلصنا الوحدة الدراسية السادسة وأنهينا الفصل الدراسي إن شاء الله الدرس القادم سوف يكون بإذن الله عبارة عن أوراق العمل الشاملة لهذا الفصل الدراسي دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته